طيب الترند الإيجابي اللي معايا دلوقتي بقى ترند مش عادي ليه؟ لأنه قال على الأهلي الأهلي أمر 14 وقال كمان الأهلي فرحة الغلبان وفرحة الفنان وفرحة في كل مكان وزمان المعلق الإماراتي المبدع عامر عبدالله كابتن عامر مسائل فل يا بوش حلو مساء الخير مساء المحمد لك ولكل متابعينك ومحبينك وفريق العمل ولكل أهل مصر الكرام يا رب تكون بخير وسنة سعيدة عليك وعلى كل الأشقاء يا رب في الإمارات العربية المتحدة ودايما كده بنسمع يعني بنستمتع وبنعيش فرحة جميلة جدا لما بنسمع تعليقك والله يا كابتن عامر الله يطول عمرك أول أن كل عام أنتم بخير وانت طيب إن شاء الله آمنة مطمئنة مزدهرة بإذن الله تعالى بقيادتها وبشعبها الوطيع الطيب ولن نزيد أكثر مما قلناه فيما هو سبق أن مصر متى ما كانت بخير كانوا العرب كلهم بخير بعد ما قولت الشيخ زايد رحمة الله عليه فنأمل إن شاء الله أنها تكون سنة بخير على مصر وعلى شعبها وعلى كل من يحبها يا رب العالمين وسائر بلاد العرب يا رب يا رب بإذن الله علينا يا جميعاً طيب عايز أبدأ معاك أولاً أنت وشك حلو فعلاً لما الناس بتبعت لك رسائل أستقل مطشط بتقلق بس أنا بقولك لا وبعدين وشك حلو ومش بنكسب بس ده أنت آيكونية الأربعات معنا يعني مع الهلال السعودي كسبنا أربعة في نهاية كاس السوبر مع فيوتشر كسبنا أربعة خلاص بقى كده ختم الجودة طيب وأنا دخلي إيه طيب يعني هو أنا مدرس اللي قبط الثالث والكريم هو اللي كان من راضح هم ما تقوله اللي بأثروا في المصر حبيبي طبعاً أنا عندنا هذا الشيء هذا الشيء طبعاً موجود اللي هو مسألة التفاعل والتشام وشرك خلو طبعاً أنا مش معاها لأنني أنت يعني في النهاية أنت معلق واصف لفريثين أتكون منصف لفريثين لحدة ما أفواً فإن الناس تتفاعل فيك هذا يعني شيء مؤقت المهم أن الناس تحترم شغلك وتحترم المادة التي تقدمها وأنها تكون مادة منصفة مادة مهنية مادة ما فيها أجندة مادة ما فيها أحقاد مادة الرياضة الجميلة التي تلاقى فيها الشعوب وحقيقة الأمر يعني الماقيل في المادة الأهلي هو شيء من حقوقها يعني حقيقة ما جبنا شيء يعني من عندنا ما فيه مجاملة أو شيء فيها خلونا نقول يعني من عندنا هو مش موجود في الأهلي لا لا يعني كان يوم تتكلم على أكثر فريق فالبالقات في العالم على فريق المسلم الأمتصير على الأكبر الشعبية على سيد أفريقيا على أمور كثيرة جديدة ليس بالضرورة من يقول هذا الكلام أنه ينتمي للنادي الأهلي ولكن ضرورة بمكانه ويكون إنسان مهني يتحدث بهذا الشيء اللي حاصل لأنه هو شيء واقع صحيح فإعفاء الأهلي شيء من حقوقها هذه لا يشكر عليها الإنسان في مهنته بقدر ما هو يحاول أن يواكب أن يكون نقطة في بحر يعني خلينا نقول هذه المسيرة الشامحة وأنا وضحتها على الهوى قصة موضوعه الشك الأهلي كل الملاعب فاز فيها والأهلي مع كل المؤلقين فاز والأهلي فاز في كل قارة والأهلي يعني كذا الدنيا كلها وشها حلو على الأهل ولا الأهلي هو اللي هو الشحل وعالتنين الأهلي والشحل طي يعني أنت تتكلم على فريق 43 بطولة دوري يعني أنا في مسيرتي أنا 23 سنة تعليقية يعني لو علقتني 23 سنة في مصر أكيد فقدفت 20 دوري للأهلي ولا 18 حيبا وش حلو وش حلو هو اللي بيعنبليه الأهلي هو فقده وانتصاراته أنا أكلمك بمنطقية يعني أنا أعرف أن في بعض الزملاء يفرحون بهذه الكلمة تفاؤل الناس تعفوية الناس في هذا الموضوع يقلونها بدافع الحظ هو يبغي يعبر ذكي الحظ اللي أهم عندي أنا مش لأنه وشك حلو لأنني أنا ما لدي علاقة بالنسبة المهم عندي أني أنا قدمت مادة أعجبت الله احترم فيها النفس احترم فيها الزوق العام قدمت نفسي بصورة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى صورة جيدة فهذا القصد من هذا الشيء وفي نهاية المطارف ترى أنا أقول لك سيد محمد جيت الأهلي وغيرها من الأنبياء المصرية أحنا ما نشوفها أهلي وزمالك وسراميكا أحنا ما نشوفها كده أحنا نشوفها مصر جاية تزور الإمارات الله هذا منصورنا الله عليك نعم الأهلي قيمة كبيرة جدا وضمان لنجاح حفل يعني أنت ما تتكلم على أبوظبي أنت في جدة كيف كان الحضور أيضا لجمهور النادي الأهلي وللمعلومية ترى في ناس كتير في الخليج ما يعرفون إنه ما في متاجر في الخليج تبقى تشير في النادي الأهلي فمعناته هذا المصري اللي راح إلى الخليج راح تشيرته معاه هذه رسالة خلف الكواليسة يشوف الارتباط هو يتوقع إنه ممكن في هذه البلد اللي هو متواجد فيها ممكن يوم من الأيام يجي الأهلي فيلتقي الحبيب بحبيبة شوف الصورة الشعرية هذه اللي أنا أبغى أقول لك فيها الله علي فاليوم أيه فاليوم أستاذ محمد لما نسافر ما نفكر في انتماءات ما نفكر كيف بنعيش في بلاد الغربة كيف بنعيش في هذه البلاد كيف سنعمل كيف كده الأهلاوي مختلف ياخد تشيرته معاه يعني إيه الحكاية دي إنه إنتهي من ضابة الهزارة الأم المصرية تقول لها ابنها لا إله إلا الله ويقول لها محمد رسول الله تقول له أهل ودي تشيرت الأهل خدمه قبل ما يتمنى طيب اتفضل 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 أنا كنت أبغى أقول لك يعني الصور الجميلة اللي ظهرت في المشهد العام فيها مكاسب كبيرة جدا أكيد أنت قد تنظر لها كالفنات الأهلي بمجد جيدة الأهلي والبطولة رقم 150 ووضع أنا أنظر لها إن كلما أقيم السوبر المصري في الإمارات أنا أقول أين مصر من الرياضة العربية في خرص القدر أين الدوري المصري أين الإخراج التلفزيوني أين الإبداع هذا اللي يشوفه بوجود هنا أي بذا أنت تتكلم على مباراة يحضرها 30 و40 و50 ألف في أبوظبي وبعض المباريات ترى للأهلي وقيمت أثناء الأسبوع ومش كل الناس مقيمين في أبوظبي في دبي وغيرها من المجد الإماراتية أكيد فلما يترك شغله ويرتب وقته ويجي عشان نحضر المباراة وينجل في وقت متأخر ترى هذه خلينا نقول يعني مبادرة كبيرة جدا من هذا المشجع نحو جمهورة نحو ناديه يعني بمعنى الصح أكيد أكيد فالمكاسب هذه الكبرى اللي قاعدة تطير مكاسب كبيرة لازم تستثمر منتج عندك منتج يعني بايع نفسه وفي جمهور وفي جمهور وفي كرة حلوة وفي نجوم يعني عندك كل حاجة عندك كل حاجة ان شاء الله بسم الله ان شاء الله بس لازم تعرف وتحدد هدفك أكيد طيب لفت انتباهي يا كابتن عامر حاجة جميلة جدا طبعا وانت بتعلق على مباراة الأهلي سواء حتى في مباراة الهلال السعودي أو مباراة بيرامدز اللي كانت في السوبر الماضي أو المباراة النهائية أمام فيوتشر لما بتتكلم على الأهلي انت دائما بتتكلم على فكرة الأهلي المبادئ بيعمل كتير يعني بيعمل لكن ما بتكلمش كتير واني الأهلي كان جاي لنا مثلا بمية ستة واربعين بطولة في بداية السنة دلوقتي داخل على المية وخمسين بطولة التفاصيل لأ انت محضر بشكل كويس عارف هستوري الأهلي وتاريخ الأهلي أنا عن حظمك اني مباريات الأهلي أقل المباريات اللي أحضرنها اليوم التحبير لي من للمجهول للي أنت ما تعرفها فأنت تبحث عنها وأنا مهيبة وعن التاريخ وعن كذا لكن الأهلي هي السيرة اللي موجودة جائما طيب بعيدا عن أني أحبه ولا أكره الأهلي لماذا لا أسأل نفسي لماذا الأهلي هكذا لماذا الأهلي هكذا إذا أنا أريد أن أكون بطل لأكون ثابت في المنصات لأن كثيرا عندي أجابة بطلات بس ما ثبتت في المنصات اليوم لما تروح أنت الأهلي تلعب أمام الاتحاد السعودي وأنت عارف حجم النجوم اللي موجودين في الاتحاد السعودي أكيد وتقدم الأهلي بكامل شخصية هنا وقفة للتاريخ والتعمل كيف يظهر الأهلي هكذا دائما كيف السر فين الحكاية فين إذا أنا شخص أبحث عن النجاح مش عيب أتعلم من اللي يكبر مني مش عيب أتعلم من اللي أعرف مني إذا أنا إنسان إنجابي في الحياة نحن كل يوم بنتعلم حاجة جديدة أكيد طبع كل يوم بنتقف بشيء جديد حتى في ديلك لازم كل يوم تتعلم شيء جديد تزيد إيه معناتك طب إيش معنا الأهلي طيب إحنا مليوم موعين على الحياة بنسمع الأهلي طيب استمراره استمراره إيه السر إيه السر طيب الخطيب طيب ما الخطيب قابله حمز وقابله صالح تريم وقابله 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 طيب إيه الحكاية هي مش أشخاص منظومة منظومة عمل وانتماع يعني الأهلي أو اللي يعمل في النادي الأهلي يعمل كما هو المصري كيف يعامل مصر اليوم المصري وطني بكل أحواله مش لازم يكون في الجيش مش لازم يكون في الإعلامي جافة حتى المصري الغلبان مصري منتمي إلى بلاده يحافظ على تراب بلاده وعلم تراب بلاده فهنا هنا السر والحبكة فلما تقول لي تعذير وما تعذير والله العظيم إن أغلب التعليقات صلعت هي غير محضرة وغير مكتوبة غير محضرة وغير مكتوبة ده حقيقي لأن التعليقات كلها بصراحة تحس إن هي طلعة من القلب يعني مش محتاجة تتحضر يعني حسين الشحات راح يجيب الجوني التاني ماشي زي السكينة في الحلاوة فرحة الغلبان وفرحة الفنان لا يعني كلام طلع من القلب في مكان وكيان كبير وعلى قول عالمي هجمة ميتة الشحات ياخذها للشمال وانتو بينه وبين حطية يدخل يخترب يجنح كهربة يفتح مساحة يلعب اهدف يعني هذا 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 على الشيء لازم تقول عنه شيء ليقبا انت ما تصدف هدف عادي انت تصدف اوكي ايه مثلا الهدف الاول هدف محمود الكهربا ممكن يكون متوقع ان فيه بربرة افنية ومقلول ممتاز في الصناعة وكهربا متمركز متمركز وتتكلم على بداية الاهلي لكني ازاي يعني السؤال يطرح نفسك ازاي الاهلي جاد بكده انا لما قولت الله الله على الجد والجد والجد والله الجد والله عليه الجد والله عليه لا وكله والاهلي والاهلي الله الله عليه وكل عوضة وكل عوضة وليه حلال العام دي من وين قتني اه هي لو مصطنعة مش هتركها مش هتركها هي قد ان الاهلي في كل مباراة يدخل بجدية كيف هذا الفريق يدخل بعقل رجل واحد كيف هذا الفريق يكون بهذه المجموعة من الاسماء بهذا العنفوان وبهذه القوة وبهذا السباد فهنا انت تتوفد من الله ان تجيب جملة من المخزون اللي عندك على اللهجة المصرية على موضوع الجد وتركب معاك مقولة الله الله على الجد والجد والله الله عليه والله الله على الاهلي والعقدة ترى ان قالت متى ان قالت لما الاهلي جاب السالب او الرابع صحيح احراف صحية في حدثها في توقيفها يعني جاءت انت وين تارف المعلق المصطنع او المتصنع من المعلق اللي بيابيك بالعفروية هي لحظة التعليق نفسه لحظة التعليق نفسه هل احد كان يتوقع عودة فيوتشر للمباراة؟ اطلاقا مباراة ما فيها ما فيها مجال صحيح اول شي تستكلم على قيمة النادي الاهلي وخط راسة وصعب جدا نكتجل في مرمى هذا واحد اثنين الاهلي متقدم 2-0 ثلاثة الملعب كله اهلاوي ارباع الاهلي هو اللي بيهجل فجأة خطأ يقع في اي لاعب فجأة تزديد ثانية ترتصن بالمدافع تدخل الى المرمى راحت 2-3 لكن شوف بعد ذلك ماذا فعل جمهور النادي الاهلي اقوى تشجيع لجمهور الاهلي بعد هدف فيوتشر الثاني مهابي قلتها بالسوبر الاماراتي ام انا كنت علق بالسوبر الاماراتي ام استمتعنا بتعليق مباراة مثيرة وممتعة جدا وبرضو الاهلي فات وبرضو الاهلي فات وستة بس اللي عودة اقوله لك اثناء المباراة قلت يعني كان في فترة جمهور شباب الاهلي ساكتين والشارجة متقاكتين 2-0 تقلت امس شوفنا درس حي يعني اي اهلاوي عنده كبرياء الاهلي حيقوله كان كنت فايز 2-0 ومتواجع الفريق 2-2 ما كان من احترام بفريق فيوتشر المعلويات غلاص او مستقبل كبير ازاي المدرج رجع يهدف بهذه القوة ما هدف بهذه القوة على الهدف الاول والثاني بعد هدف بيوتشف هذا الدرس الاعظم ما هو الغناء المشهور لجمهير الاهلي كابتن عامر على الحلوة والمرة معاه انا اكلمك يا محمد انت انسان وانا انسان لما انتابع فرئتنا بتلعب ويشوف اه كل واحد من انتماض طبعا ويشوف فرئتنا بتلعب ومتراجعة يا اخي انا يجيني الاحباط ازاي هشكع وانا محبط ازاي هشكعون الختوان صح اكيد صح صح مزبوط طب ايش يتبرون في ذلك شيء من المجاملة اه هنجامل الاخرين بس يعملون اللي هم عملوه بس الحمد لله هي هي دي الحكاية هي دي الحكاية واختام الحكاية عايز اسمع منك تعليق حلو نختم به عام عشرين تلاتة وعشرين للاهلي صاحب الرصيد الكبير ست بطلات في عام عشرين تلاتة وعشرين ما انت سامعني بكوح وطلع من السوبر ايه والسوبر الاول فيه ست اجوان والسوبر ثاني فيه ثمانية اجوان ثمان اجوان هيجيب لك صوت في ليل يا حجم خامل ربنا يديك الصحة يا كابتن عام ربنا يديك الصحة دايما الله يباول عمرك وتحياتي لكم جميعا انا شكرا على تعوى الكريم العاف وبالعكس ده جمهور الاهلي كله بيستمتع بيك وبنحب دايما نسمعك ونتطمن عليك ودايما كده يا رب نشوفك فيه افضل حال وبتعلق على اهم واكبر المباريات ان شاء الله بإذن الله الله يسعدكم يا رب ونت وشكم حلو وشك حلو يا كابتن عام شكرا جزيلا للمعلق الاماراتي المبدع عامر عبدالله اللي بالتأكيد اصبح ايقونة لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان في تعليقه على مباراة الاهلي في السنوات الاخيرة بصراحة محدش يدر ينسى تعليقه في مباراة الاهلي والهلال السعودي وفوز الاهلي بربعية على زعيم السعودية فريل الهلال اربعة سفر ولا حتى مباراة فيوتشر لنتائه اربعة اثنين والتعليقات المميزة اللي كنا بنتناول الحديث فيها دلوقتي مع المعلق الاماراتي المبدع عامر عبدالله